اشتد النقاش بين حكماء الكاف قبل ساعات من حفل الافتتاح عن من سينال رضا كأسي من قارات أم الدنيا تسع أرضها كل الأرى بمن فيها توقعات رئيس الملغشي أحمد أحمد أرأ منها من أصاب ومنها من زرع عجادة صواب ما تناقلت وسائل الإعلام عن تصدعات مخيفة بدى وكأنها ستصيب الأسود في مقتل سرعان ما تبددت غيومها لتظهر حقيقة الوضع الآنية في القاهرة مع أنهم ينتمون لتقافات وحضرات مختلفة إلا أنهم يتحدثون لغة واحدة قد تكتب وبالبنط العريض أن طائرة الأسود قد أقلعت وموعد الهبوط مؤجل إلى حين الأجواء هنا جيدة جدا والكل سعيد بالتواجد بمصر للمنافسة على هذه البطولة عناصر المنتخب والمجموعة ككل تتمتع بروح معنوية عالية كلنا يد واحدة لتمتيل المغرب أحسن تمتيل ونحن مستعدون لخوض غمار هذه المنافسات بكل قوة صحيح أن المباراة الأولى تكون دائما صعبة يجب علينا أن نقدم أذاء جيد لكي ننطلق بروح معنوية عالية المباراة الثانية أمام الكود ديفوار صعبة لأنه منتخب قوي لكن الكل مستعد للبصم على مشاركة متميزة فرادا وجماعة تسير كتيبة الأسود للدفاع عن حدودها أمام ناميبيا مانويل داكوستا يستعيد عافيته تدريجيا ليرافق زملائه في رحلة الصيف والربيع الذي قد يزهر ورودا تنطر رحيقها على الجمهور المهربية الذي يضع طيقة عمياء في حكيم زياش ورفاقها ليستعرض عضلاتهم أبهين بالمناخ الحار ولا ما يقال ويشاع ويتداول في كواليس الكان لقد قمنا بالإعداد بمراكش لكي نتأقلم مع الأجواء الحارة وأعتقد أن الأيام المقبلة ستكون كفيلة للدخول في أجواء المسابقة تنطلق حفلة الفريق الوطني من هنا من القاهرة بحثا عن تجاوز عقبات المجموعة الرابعة وصولا إلى المحطة النهائية التي نتمنىها جميعا في ملعب القاهرة الدولية في التسع عشر من شهر يوليوز لكم تحيات باتت قنة رياضية من القاهرة ترجمة نانسي قنقر